السلام عليكم من الأخبار حول اختطاف هشام عبود والظروف دياله وكيف الشرط العملية بدأت كانت توصلنا اتباعا من عدة مصادر وكانت اعتمدوا احنا المصادر ديال هشام عبود والعائلة دياله والمحامي والمحامي كانت تحفظ ولك اليوم دير تصريح حصري لقناة ميديان تيفي وقاش حويش خطيرين خطيرين منهم اللي تروا الانتباه وهو انه هاد الناس اللي اختطفوه كانوا غدينوا الزودياك البحر مش يخرجوه لشي بلاد فين كان هاد البلاد قد نسمعه اول شيء اريد ان اخبر اصدقاء واحباء الكاتف والصحافي والمناضل السياسي جمع عبود انه بخير وعلى خير الحمد لله فقد تم يعني ايقاف هذه العملية الشميعة التي تعرض لها الصحافي والكاتف جمع عبود يوم الخميس 15 اكتوبر 2020 ولكن انطلقت بالضبط على الساعة العاشرة ليلا وانتهت بعملية يوم السبت على الساعة الرابعة صباحا يوم احد 20 اكتوبر اليوم ولله الحمد لدينا جميع المعلومات بناء على محظة الشرطة والضبط القضائية لمدينة برسلونة ومدينة سيفي فقد تناولنا هذا البحث بالتدقيق وتبين لنا ان العملية كما قيل اول يوم ان عملية خطار منظمة من طرف انظمة سياسية معينة هشام عبود سيصل ان شاء الله اليوم على الساعة الخامسة الى فرنسا قادما من برسلون هشام عبود تعرض للعنف الاسادي وقد قاوم هذا العنف من طرف اربعة اشخاص يحملون جنسيات مختلفة بعد نزوله من المطار قادما من بروسيل اخذ سيارة الاجراء وعند نزوله من السيارة اجئ بقدوم اربعة اشخاص ملتهمون وانهالوا عليه بالضرب هشام عبود قاوم هذا العنف لا مبرر ولكن امام اربعة اشخاص دو بنيات قوية اه يعني لم يتمكن هشام من الخرار وتم اقتياد هشام عبود من برسلونة الى مدينة اشبيلية الى سيفي وضبطا الى مدينة بخيجيا الاسم هو بالاسطانية فهذا ممكن ان انطقها بالاسم باللغة العظيم تم العطور على هشام عبود يعني اقول على بعض امطار على بعض امطار قليلة قبل وضع هشام داخل امماركاسيون 実ودياك زودياك تم تحذير كل هذه العملية من اجل ترحيل هشام عبود من اسطانيا الى دولة مجاورة لاسبانيا هشام عبود تم الاسماء اليهم من طرف الشهد القضائي من طرف وكيل المالكي باسطانيا وفتح تحقيق بهذا الملف والآن الحمد لله لدينا جميع الوثائق كي نسير على هذه المسطرة ونوضح للرأي العام ماذا حصل ومنهم الأشخاص الذين كانوا وراء هذه العملية القادرة هذه العملية البشعة الغير إنسانية باتجاه صحفي إيشان عبود بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الزلفلون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة البريخة بمنطقة إشبيليا بإسبانيا من المنطقة الأندلسية يشعدني أن أتوجه لكم خاصة للأخوات والإخوان والأحبة والأصدقاء اللي افتقدوني تلك هذه الأيام الخمسة ولكثير منهم تألموا ها أنا بابتسامة المعهودة وبكل قوة والحمد لله رب العالمين أتوجه لكم لي ولنقبل كل شي باش نطمنكم قبل كل شي وهذا الفيديو المسجل سيبث على قناة صديقي وأخي أنور مالك لأنني مانيش قادر ندخل قناة ديالي بعد ما ضعوا مني كل الهواتف والحشوب وعني كل الكنيات تاعي ضعت مني يعني الوسائل تاعي وبما أني قد مؤمن كل حسابات الإلكترونية ديالي سواء صندوق بريد إلكتروني أو قناة أو فيسبوك وكل مواقع التواصل اللي أنا أني حسابات فيها كل كانت كلها مأمنة بطريقة يعني يسعد دخولها واللي تدامة إيش قادر ندخلها يعني يس مني نعاود نجيب المفاتيح وغضاء وهذا راح يخدمني وقت لكن ما ليه كاين أخيان ورمالك ونستغل قناة ديالي على كل حال والأشياء نسمده كل التفاصيل هذا العملية اللي كان تمت بصفقة بين جهاز المخابرات الجزائرية ومخابرات إرهابية طبعا ومنظمة إرهابية دولية تنشط في إسبانيا هكذا حتى تقدر باش تتجنب وما تخلي حتى أثار أنه نظام جزائري اللي هو كان تدبر يعني اختيطها فيه ما عندي حتى عدو ما كان حتى جيهة مستعدة تدفع ثمن باهظ لمنظمة إرهابية باش تخطفني وتسلمني لها أقل حتى جيهة إلا النظام الجزائري ما عنديش أهدا والحمد لله أنا ربي سعترني وربي يحافظني وحتى تدخل جهاز الأمن الإسباني تم بإذن الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى سخر لي هذا الجهاز في مكان هو لوحد كان ينتظر يعني يجيه ومعمروا من شعور الجهاز هذه هل يكون يحلى شامده كل التفاصيل بإذن الله شكري لكل الأخوات والإخوان اللي يعني ضمنوا معايا وعبروا عن مشاعر تضامن وتقلموا كثير من اللي تقلموا كل هذا نتكلم عليه هذا المسعى بإذن الله